نرجع كمان مرة جهزت بشهر عشرة خطأ أعطيت مدفت ثلاثين يوم معطيتش مجال للطير فترة الراحة وفترة الجاهزية هاي كمان نقطة وكمان نقطة مهمة انه انت بتحكي انك تستخدم خلطة بشكل متوازن لعلمك بس بدي احكيلك شغلة لما انت ترفع نسبة الحبوب اللي فيها فيتامين اي مثل النيجر ومثل غيره 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 وما بعرف انا شو بستخدم خلطات انت تستخدمها لازم تكون في توافق بينه بين المادة اللي انت تستخدمها كيموية للتجهيز يعني تيجي تعطي اي دي ثري اي وتعطيه حبوب عالية فيها فيتامين اي بتحمي الطيور بشكل عالي هذا غلط في ناس بحطو لك كومبوز بعوت نيجر وكمية عالية في البوريك فهذا كلهات وبشلح الطيور عشان تكون بالصورة واخر شي اللي هي انت بتفضل من الساعة سبعة للساعة عشرة يعني انت بتحكي بخمستاشر ساعة هل انت مربي اي جي يعني خمستاشر ساعة اوفر على طير لسا انت مطلع من الغيار لازم يكون في تدريجي بالاضاعة يا جماعة نبلش بعشر ساعات ونطلع تدريجي ربع ساعة كل اسبوع فانت تروح كيف لحكت انا مش فاهم انا لا هسا مش فاهم يعني كل هاي الاخطاء لازم تتعالج كيف تعالجها بعدين بحكي لك وراح احكي لك